اهلا بيكو في كايرو جاردن قناة الزراعة المنزلية النهاردة حلقة مختلفة جدا انا اتفرجت على الفيديو اللي انتشر انتشار كبير جدا وهو فيديو لأحمد ميكي عجبني جدا الفيديو بصراحة وهو بيتكلم عن الاوضاع اللي اختلفت من زمان لدلوقتي اتكلم على حاجات كتيرة جدا اكتر حاجة عجبتني فيها وشايف ان هي مهمة جدا وحب ان احنا نهتم بيها زي ما انتشايفين في الفيديو دوت في الصور اللي انا مختارها شايفين الزرع اللي موجود كتير جدا في الفيديو فعلا الزرع ده كان موجود من زمان يعني انا شايف ان استخدامه في الفيديو كان رائع وانا حابب ان انا نوه ان فعلا فعلا حتى زمان كان معظم البيوت المصرية كان فيها الشليات اللي انتوا شايفينها حتى في كل الصور دي شليات طبعا فخار والتينة لجوه دي طامي وزي ما انتشايفين كان بيبقى فيه زرع كتير جدا جدا وخصوصا على السطح لان انا شايف ان السطح ده معظم الوقت بيبقى فيه شمس ففرصة ممتازة ان انت لو عندك وتقدر تجيب الشليات دي بتبقى رخيصة جدا هي الشليات الطامي ومفيدة على فكرة جدا جدا للزرع لان الفخار بيمتص المية فالشريات اللي انتوا شايفينها قدامكو دي اللي هي طامي وفخار اولا رخيصة جدا ثانيا بتاخد مية بتنتص مية فبتخلي الزرع دايما ما بتعفنش الجزور ومش بيحصل فيها حاجات اللي بتحصل دلوقتي من استخدام البيتموس طبعا ليها عيوب وكل حاجة بس انا حابب ان زي ما انتوا شايفين هو في الفيديو ده اللي هو برضو عجبني جدا وسعيد بيه طبعا يعني انا بختلف على حاجات كتيرة في الفيديو زي الجيم والحاجات دي كلها مش شايف انه ليها علاقة شوية بالفيديو بس اللي انا فعلا عجبني لانه هو اختار سيتنجز او اختار صور فعلا موجودة في البيوت المصرية انا عارف طبعا ان متابعيني من دول عربية كتير زي الجزائر والمغرب والسعودية برضو حابب بعرف عنكم هل زمان كان موجود عندكم الشاليات اللي هي بتبقى موجودة في البلكونات او الزرع اللي بيبقى موجود دايما في جنينة صغيرة او على السطح هل عندكم الكلام ده ولا كان بس موجود في مصر بحب مرة تانية اقول لكم انا بصراحة عجبني الفيديو زي من شايفين في الصور استخدام الزرع ده كان رائع اتمنى ان الفيديو ده يشجع ناس كتير جدا ان هي تزرع باقل الامكانيات زي بالذات الشاليات اللي هي الفخار دي رخيصة جدا 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 هي مشكلتها بس في التقل هي بتبقى تقيلة شوية بس غير كده بتانمو فيها زرع زي الرحان والنعناع والحاجات دي كلها بدون اي مشاكل وبدون اي عفن وكلام ده ممتاز احمد ميكي فيديو رائع عجبني جدا الزرع يا جماعة زي ما انشفتو كده في الفيديو سهل جدا واصلا موجود عندنا في عادتنا المصرية من زمان اتمنى تستخدموا زرع اكتر في بلكوناتكو في السطح وده فيديو سريع جدا انا عامله بس علشان علشان اوريكو ملاحظاتي على الفيديو وازاي ان ده كان استخدام رائع وموفق اتمنى يكون الفيديو عجبكو متنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك واشترك في القناة احنا بنعمل فيديوهات عن الزراعة في المنزل وبنشجع الناس ان هي تزرع في بيتها واي فرصة بلاقيها ان انا اقدر اشجع الناس ان هي تزرع اكتر هحاول برضو دايما ان انا نوه عليها او ابين من خلال الفيديوهات اللي احنا بنعملها مستني ردود كل الناس المتابعيني من الدول العربية تقولولي انتو عندكو ايه اللي كان موجود زمان بالنسبة للزراعة وشايفين ان هو ما بقاش موجود دلوقتي شكرا واشوفكو في الحلقة الجاية من كايرو جاردن واتمنى دايما دايما كل الاسطح اللي موجودة في مصر وزايما شايفين الصورة كده منظرها يزعل كل الاسطح اللي موجودة في مصر وفي الدول العربية يبقى فيها زرع وتبقى جميلة لان هي متعة ليكو للناس شكرا واشوفكو في الحلقة الجاية من كايرو جاردن مع السلامة